الكلام بهذا البرنامج موجه إليك حتى تعرف حتى تفتهم إيش داي يسويون الإطار التنسيقي ومنين جايتهم التعليمات تمام بهذا موضوع اليوم الوطني أو المهرجان اللي سوته شذا حسون وبني ومن هو شذا حسون رح أقول للناس اليوم من هو شذا حسون اللي هو نمير العقابي نمير العقابي ومن هو وراء نمير العقابي إلا أضحكم زيم هذا المهرجان اللي سوته شذا حسون اللي ينصرف به ثمانية مليون دولار واللي كان الدعم الأول إلي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الفقراء كان الدعم تدعون هاي الاثمانية مليون دولار ش تسوي؟ طي أنا بتسأل سؤال بس اسمحي أنا شوف قلت لك بالبداية أنا مع إقامة المهرجانات والاحتفالات طالما مع تمثل المجتمع العراقي والقيم الأخلاقية بالمجتمع أنا موجود هذا الموضوع بالعكس أنا معاه وخلت لقام كل شهر لكن هسا تعفت كل بغداد قرية الدجلة، فندق الرشيد، فنادق ببغداد درجة أولى، سفنستار وأماكن، كل مكان مريح ودرجة أولى ليش اختارت ساحة الاحتفالات اللي هي؟ صح، أنا راح أجاوبك، أنا راح أجاوبك ليش اختاروا ساحة الاحتفالات، أنا راح أجاوبك، لأنه إجاهم تعليمات من إيران أنه أي شيء بمعالم كانت تخص إيران تطمروها، تسووها ضحلة، تسووها ولا شيء ولا تسوي، خزوها، أنا راح أثبت لك، لأنه ساحة الاحتفالات، قطيني الفيديو اللي وراه، ساحة الاحتفالات هاية شغل؟ دايم وطن بكم، دايمين وعالب يردن بكم، دايمين وطن هذه ساحة الاحتفالات اللي يرادوا يسوون بيها مهرجان حتى يقولون للناس إيران حتى توصل للناس رسالة وحتى تغذي أجيال ماكو شيء اسم عراق هنا كانت إيران تتفرج على الاستعراضات العسكرية اللي يسووها في ساحة الاحتفالات، وهنان احتفلوا بيوم ثمانية ثمانية، وهنان جيوش عراقية استعرضت هذا الشيء اللي دا تريد إيران تطمر طمر، وشون تطمر؟ تجيب لك مهرجانات على مود يقولون للناس ماكو شيء اسم احتفالات النصر على إيران، ماكو لأنه شيخ المجاهدين كان من يشوف هذه الاستعراضات كان يرعب عرفتوا ليش اختاروا ساحة الاحتفالات الإطار التنسيقي؟ ترجمة نانسي قنقر